بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من المجالس التي يعقدها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأساد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند حفظه الله تعالى في شرح مؤلفه المسمى بالجامع في صفة الوضوء قال حفظه الله تبارك وتعالى تحت المطلب السابع في سنن الوضوء وآدابه الثالث السواك السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يستاك به وهو مذكر على الصحيح من ساك يسوك سوكا إذا دلك فمه وقيل سمي بذلك لكون الرجل يردده في فيه ويحركه يقال تساوكت الإبل إذا مشت مشيا في لين وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك في أحاديث كثيرة حتى قال أكثرت عليكم في السواك والمراد كثرة حثهم عليه كثرة حثهم عليه وترغيبهم فيه بذكر فضله قال ابن الملقر رحمه الله بعد أن ذكر أنه روي في السواك ومتعلقاته مئة حديث فوى عجباته سنة واحدة تأتي فيها هذه الأحاديث ويهملها كثير من الناس بل كثير من الفقاهاء المشتغلين وهي خيبة عظيمة نسأل الله المعافاة منها انتهى قال شيخنا حفظه الله والسواك سنة في كل وقت ويتأكد في مواطن منها عند الوضوء لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه ووضوءه وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم تعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه ووضوءه فيتسوك ويتوضأ وهكذا أخبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات عنده صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى قال ابن عبد البر رحمه الله وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منه قبله وقال الأوزاعي رحمه الله أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر وكانوا يستحبونه مع كل وضوء وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين انتهى قال شيخنا حفظه الله ومحل الاستياك في الوضوء عند المضمضة وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فلا يزال الحديث في بيان مسائل وأحكام متعلقة بهذه العبادة العظيمة عبادة الوضوء وقد انقضى معنا بيان شروط الوضوء وفروض الوضوء وواجبات الوضوء ثم بدأ الحديث في بيان سنن وآداب الوضوء وقد مر معنا من السنن التسمية عند الوضوء ومن السنن أيضاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة السواك عند الوضوء وهذه السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حتى أوصلها حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى مئة حديث في بيان فضل السواك ومنه السواك عند الوضوء وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا أراد الوضوء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك ويتوضى بل قد جاء التصريح بالأمر بالسواك عند كل وضوء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري تعليقا أنه عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء نعم قال شيخنا حفظه الله الرابع غسل الكفين في أول الوضوء ويعبر عنه بعض الفقهاء بغسل اليدين إلى الرسغين ودليل استحبابه أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضى فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى نحو وضوء هذا فوصف عثمان رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مبتدئه أنه غسل كفيه ثلاثا ودليل عدم وجوبه أن الله لما أمر في آية بالوضوء بدأ بغسل الوجه فقال سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فأول فروض الوضوء من الأعضاء الوجه وغسل كفين قبل ذلك من باب الاستحباب هذا إذا كان في مطلق الوضوء قال ابن قدام رحمه الله غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة سواء قام من النوم أو لم يقم لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم انتهى قال شيخنا حفظه الله ومما يلحق بغسل الكفين مسألة غسلهما لمن استيقظ من نوم الليل فقد أجمع أهل العلم على أن من استيقظ من نومه وأراد الوضوء فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا واختلفوا في حكم ذلك على قولين القول الأول وجوب غسل اليدين بعد الاستيقاظ من نوم ليل ناقض للوضوء وهو مذهب الحنابلة واختيار بن حزم وشيخ بن باز واستدلوا بما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده قال شيخ بن باز رحيمه الله والصواب فيه أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا جاء النهي والأمر جميعا انتهى قال شيخنا حفظه الله فإذا كان يتوضأ من إناء بعد استيقاظه من نوم ناقض للوضوء فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها بصب الماء على يديه ثلاث مرات لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليغسلها أمر والأمر يقتضي الوجوب القول الثاني أنه يستحب غسلهما ولا يجب وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة واستدلوا بما يلي أولا بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين ووجهه أن قوله إذا قمتم عام يشمل كل قيام ومنه القيام من نوم الليل كما جاء في تفسيرها فأمر جل وعلا بغسل الوجه ولم يأمر بغسل اليدين ثانيا ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بيت عند خالة ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا وقام يصلي ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقظ من نوم ليل وتوضأ ولم يقسل كفيه ثالثا أن الأمر بغسل اليد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا معلق على أمر مشكوك فيه وهو قوله لا يدري أين باتت يده والشك لا يقضي على اليقين كما أنه لا يقتضي وجوبا فدل على أن النهي عن غمسها ليس للتحريم وأن غسل اليد مستحب وليس بواجب وأن تعليق الحكم على أمر مشكوك فيه هو صارف للوجوب قال شيخنا وتعقب هذا الاستدلال وتعقب هذا الاستدلال الصنعاني رحمه الله بقوله وفيه عندي بحث لأن الشارع إذا أمر بأمر وجب امتثاله وإن لم تعلم علته ولا ذكرت فإن أمره مثير للعلم بوجوب ما أمر به لقيام الحجة على وجوب الامتثال وتعليله بقوله هنا لا يدري يحتمل أنه ليس تعليلا للأمر بالغسل بل تعليل لمقدمة مطوية كأنه قال فإنه جاهل لا يدري أين باتت يده ونحن قد عرفناه بأنها باتت في محل أوجب عليه غسله أوجب عليه غسلها فهذا الاحتمال ليس ببعيد وهو يخدش في الجزم بعدم الوجوب ونظيره قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أي بل نحن نعلم ذلك فنأمرها بالاستعداد انتهى كلامه قال شيخنا حفظه الله وهذا على القول بأن هذه هي علة النهي دون سواها أما إن قلنا إن العلة غير ذلك هي تجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فحينئذ لا يصح التعليل وعلى كل فالقول بوجوب غسل اليدين للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء قبل أن يغمسها في الإناء قول قوي فإن الحديث قد اجتمع فيه نهي وأمر فنهى عن غمس اليد بعد الاستيقاظ وأمر بغسلها ثلاثا والأصل في النواهي والأوامر الوجوب ولا صارف له ما هنا من سنن الوضوء وآدابه غسل الكفين في مبتدأ الوضوء وغسل الكفين مستحب ولذلك لو ابتدأ في وضوئه بغسل وجهه فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه صح وضوءه ولكن إن غسل الكفين قبل الوضوء فهذا مستحب وسنة ودليل ذلك أي دليل استحباب غسل الكفين قبل البدء في الوضوء حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه الذي روى لنا فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في هذا الحديث الذي وصف فيه عثمان رضي الله تعالى عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاث مرات أول ما ابتدأ غسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم أتم الوضوء وأما دليل عدم وجوب غسل الكفين في مبتدأ في مبتدأ الوضوء فلأن الله جل وعلا في آية الوضوء في سورة المائدة في الآية السادسة قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فبدأ الله جل وعلا الأمر بغسل الوجه وهذا يدل على أن غسل الكفين ليس من فروض الوضوء وليس من واجباته وعلى هذا فإن السنة أن يغسل الكفين إما مرة وإن غسلها مرتين أفضل وإن غسلها ثلاثا فهو أفضل ولا يزيد على الثلاث ثم يغسل وجهه بأن يتمضوض ويستنشق ثم يغسل وجهه هذه هي السنة وأما إن كان قد استيقظ من نوم ناقض للهضوء فإن هناك سنة متعلقة أو أمر مشروع متعلق بالكفين وهو إن كان يتوضأ من إناء فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا هذا هو الذي جاءت به السنة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده قوله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل يده في الإناء نهي والنهي يقتضي التحريم ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى يغسلها ثلاثا هذا أمر بالغسل غسل الكفين ثلاث مرات ولم يختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين لمن استيقظ من نوم ناقض للوضوء قبل أن يدخلها الإناء ولكن اختلفوا في الحكم بين القول بالوجوب وبين القول بالاستحباب فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحكم في هذا على الاستحباب وأنه يستحب غسل الكفين ثلاثا إذا هو استيقظ من نوم الليل لأنه قال صلى الله عليه وسلم باتت ولا تكون البيتوت إلا من نوم ليل فإذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يسن له على قول الجمهور أن يغسل يديه ثلاث مرات والقول الثاني وجوب غسل اليدين قبل غمسها في الإناء إذا كان قد استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء وهذا القول هو القول الذي عليه المذهب مذهب الحنابلة وهو أيضا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له وهو اختيار أيضا ابن حزم من الظاهرية وعلى كل فإنه عند التعمل في أدلة كل قول من القولين فالذي الذي يظهر والله أعلم أن القول بوجوب غسل اليدين للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء إذا أراد أن يغمسها في الإناء القول بوجوب غسلها غسل اليدين قول قوي وأما إذا كان يتوضأ من ماء من الصنفور يجري مباشرة وليس من إناء فلا يتعلق حكم غسل اليدين بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغمس فهذا يعني متعلق بمن يتوضأ من إناء أن لا يغمس يديه ولا شك أن هذا فيه طهارة واحتراز مما قد يصيف اليد أثناء النوم وهو لا يدري فإذا غسلها قبل أن يغمسها في الإناء هذا أدعى لطهارة الماء الذي سيتوضأ منه ونظافته وتنزه الماء مما قد يقع فيه مما علق باليدين أثناء النوم أما إذا كان يتوضأ من ماء الصنفور مباشرة فإنه يأمن على الماء لأن الماء ليس في إناء وإنما يأتي من هذا الصنفور نعم قال شيخنا حفظه الله ويتعلق بهذه المسألة تنبيهات التنبيه الأول أن هذا الحكم إذا كان الاستيقاظ من نوم الليل الناقض للوضوء ويخرج بهذا القيد نوم النهاري أو النوم الذي لا ينقض الوضوء وهذا هو مذهب الحنابلة واختيار شيخنا بن باز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا من نوم ليل ونوم النهار لا يسمى بياتا وذهب الجمهور إلى أن الحكم عام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نومه فلا فرق في ذلك بين نوم الليل والنهار وذكر البيات في الحديث خرج مخرج الغالب قال ابن عبد البر رحمه الله أما المبيت فيشبه أن يكون ما قاله أحمد بن حنبل صحيحا فيه لأن الخليل قال في كتاب العين البيتوتة تدخولك في الليل وكونك فيه بنوم وبغير نوم قال ومن قال بيت بمعنى نمت وفسره على النوم فقد أخطأ انتهى كلامه قال شيخ ابن بازر رحمه الله عن نوم النهار ظاهر الحديث لا يدخل لكن كونه يقسلها إذا قام من نوم النهار يتأكد بجمع العلة وإلا فالحديث ينص في الليل انتهى قال شيخنا حفظه الله التنبيه الثاني أن الأمر بالغسل هنا إذا كان يتوضأ من إناء لكن إذا كان يتوضأ من صنبور ونحوه فإنه ليس هنا إدخال يد في الإناء وإنما المقصود إذا كان سيدخل يده في الإناء يتوضأ منه فلا يدخلها حتى يغسل يديه ثلاثا التنبيه الثالث أن غمس اليدين في الإناء قبل غسله ما لا ينجس الماء وهو قول جمهور أهل العلم وخالف في ذلك الظاهرية نعم هذه تنبيهات نبهنا عليها وبقي أن غمس اليدين في الإناء قبل الغسل لو أن إنسان غمس يديه وقد استيقظ من نوم ليل ناقض للوضو ثم أراد أن يتوضف غمس يديه في الإناء هل يتنجس الماء الجواب لا لا ينجس الماء بغمس اليدين في الإناء قبل غسلها وهذا وهذا هو قول جمهور أهل العلم وإن خالف في ذلك الظاهرية لكن الصحيح أن الماء لا ينجس لو غمس يديه قبل أن يغسله نعم قال شيخنا حفظه الله الرابع البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه السنة للمتوضع أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه كما تقدم ولو أخرهما عنه جاز لأنهما كالعبو الواحد الخامس المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم ليحصل التنظيف المقصود منهما وقد جاء في حديث لقيط بن صبرة وذلك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال ابن فرحون المباء رحمه الله المبالغة إدارة الماء في أقاص الفم ولا يجعله أجور والمبالغة في الاستنشاق اشتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأم ولا يجعله صعوطا انتهى وقال الخرشي رحمه الله الاستنثار وهو نثر الماء أي طرحه من أنفه بنفسه بالسبابة والإبهام من اليد اليسرى ماسكا له من أعلاه يمر به ما عليه لآخره ويكره دون اليد كفعل الحمار انتهى كلامه من السنن والآداب المتعلقة بالوضوء أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه فإن البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه سنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه وأيضا من السنن أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا كان غير صائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فالمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق سنة إلا إذا كان الإنسان على صيام فإنه لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق نعم قال شيخنا حفظه الله السادس المبالغة في سائر الأعضاء فيسن المبالغة في غسل الأعضاء بالماء ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط السابق أسبغ الوضوء ومن المبالغة في هذا ما ذكره ابن قدام رحمه الله بقوله المبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه ولا يجعله وجورا لم يمجه وإن ابتلعه جاز لأن الغسل قد حصل والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل وبتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرض ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل ومجاوزة محل الفرض هو فيما لا يكون إسباغ العضو إلا بذلك فقد أخرج مسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضب ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضب ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى يسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال شيخنا حفظه الله فإن تحقيق غسل المرفق لا يكون إلا بالإشراع في العضب وتحقيق غسل الكعبين لا يكون إلا بالإشراع في الساق أما تقصد ذلك من غير هذا المقصد فإنه غير مشروع كما سبق نعم من السنن أيضا إسباغ الوضوء من السنن إسباغ الوضوء والمراد بإسباغ الوضوء أن يتأكد من وصول الماء بالمبالغة في التخليل وتتبع المواضع التي قد ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل كالشروع في العاضد عند غسل المرفقين وكالشروع في الساق عند غسل الرجلين مع الكعبين وهذا من إسباغ الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه توضأ وضوءا خفيفا فالفرق بين الوضوء الخفيف وبين إسباغ الوضوء أن الوضوء الخفيف يكون بالمرة الواحدة لأن من السنة اتكرار وسيأتي هذا وأما الإسباغ فهو المبالغة في المضمضة والاستنشاق وفي التخليل وفي تتبع المواضع وفي غسل ما جاوز ما جاوز الفرد لأجل التأكد لا لأجل أنه مشروع بذاته فليس من المشروع غسل بعض العضد وليس من المشروع غسل بعض الساقين لكن إذا كان للتأكد من بلوغ الماء للمرفقين وللكعبين فيشرع في العضد ويشرع في الساق لأجل التأكد فهذا من باب من باب الإسباغ والمبالغة في الوضوء لا من باب إفراد هذين العضوين بالغسل لأن المشروع ما جاء عن الشارع في فروض أو في الأعضاء التي تغسل في الوضوء نعم قال شيخنا حفظه الله السابع الزيادة في ماء الوجه وذلك لأن الوجه يحتاج إلى أن يتأكد الإنسان من وصول الماء إليه لما فيه من التجاعيد وغيرها مما يلزم الإنسان أن يتأكد من غسله تماما وصفة ذلك ما نقله النووي عن الماوردي رحمهم الله بقوله قال صاحب الحاوي صفة غسل الوجه المستحبة أن يأخذ الماء بيديه جميعا لأنه أمكن وأسبق ويبدأ بأعلى وجهه ثم يحذره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل ولأن أعلى الوجه أشرف لكونه موضع السجود ولأنه أمكن فيجري الماء بطبعه ثم يمر يديه بالماء على وجهه حتى يستوعب جميع ما يؤمر بإيصال الماء إليه فإن أوصل الماء على صفة أخرى أجزاءه انتهى من السنن أن يسك وجهه بالماء بأن يكون هناك زيادة في الماء في ماء غسل الوجه ويضع الماء في كلتا كفيه ثم يسك بها وجهه لما جاء في الحديث في رواية صفة وضوء النبي صلى الله عليه سلم قال فصك بها وجهه وهذا للتأكد من أن يصل الماء إلى جميع الوجه لما يحصل فيه من تجاعد أو نحو ذلك فيتأكد ويبدأ بأعلى الوجه ثم بأسفله لأن هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه نعم قال شيخنا حفظه الله الثامن تخليل اللحية الكثيفة وقد جاء في تخليل اللحية أحاديث لا تخل مما قال قال ابن القيم رحمه الله قد رويت أحاديث التخليل من حديث عثمان وعلي وأنس وابن عباس وابن عمر وعائشة وأم سلمة وعمار بن ياسر وأبي أيوب وابن أبي أوفى وأبي أمامة وجابر بن عبد الله وجرير بن عبد الله البجالي رضي الله عنهم ولكن قال عبد الله ابن أحمد قال أبي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء وقال الخلال في كتاب العلل أخبرنا أبو داود أنه قال قلت لأحمد تخليل اللحية قال قد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان وقال عبد الرحمن بن أبي حات في كتاب العلل سمعت أبي يقول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث انتهى كلامه قال شيخنا حفظه الله أما إن كانت اللحية خفيفة تصف البشرة تصف البشرة فيجب غسل باطنها لأن البشرة إذا استترت بالشعر كان يجب إمرار الماء عليها قبل نبات الشعر فإذا استترت بالشعر تحول الحكم إلى ما هو الظاهر وهو الشعر والتخليل له صفتان الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها حتى تتخلل به الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشت نعم مما يذكره العلماء من سنن وآداب الوضوء تخليل اللحية الكثيفة وقد رويت أحاديث كثيرة في التخليل لكن في صحتها نظر بل قد صرح الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بأن التخليل لا يصح فيه حديث وقال قد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث القول بسنية تخليل اللحية الكثيفة هو قول كثير من أهل العلم لكن الحديث الصحيح الصريح في سنية ذلك لا يوجد على كلام المحققين من أهل العلم في الحديث قال الإمام أحمد ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء وأما إن كانت اللحية خفيفة تصف البشرة فيجب غسل غسل اللحية لأن البشرة التي تظهر وتبين فهي من الوجه وغسل الوجه واجب فينتبه إلى هذا نعم قال شيخنا حفظه الله التاسع تخليل الأصابع وهو من سنن الوضوء التي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وخلل بين الأصابع ومحل هذا إذا كان الماء يصل إلى داخل الأصابع من غير تخليل أما إن كان لا يصل إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل وقد ذكر عدد من أهل العلم صفات للتخليل وقد ذكر عدد من أهل العلم صفات للتخليل وحيث لم يرد فيه نص صحيح فإنه كيفما خلل أصابعه أجزاءه وأصاب السنة في ذلك نعم من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الوضوء تخليل الأصابع والتخليل ورد فيه صفات كثيرة وأي ما فعل فهي سنه من ذلك أن يضع أصابعه اليمنى يخلل بها اليسرى واليسرى يخلل بها اليمنى هذه سنة هذه سنة في اليدين وفي القدمين يخلل أصابعه أصابع قدم اليمنى بأصابع يده اليمنى ويخلل اليسرى بأصابع يده اليسرى وكيفما خلل سواء كان بالأصابع أو بإصبع واحد أو بالأصابع مجتمعة كل هذا ذكر في التخليل يعني لو خلل بأصابع واحد يخللوا الأصابع أو خللها بالأصابع جميعا كذا ورد في صفة التخليل فكيفما خلل فقد أجزأه أصابة سنة هذا إذا كان الماء يصل أصلا إلى ما بين الأصابع أما إذا كان لا يصل الماء بين الأصابع إلا بالتخليل فهذا واجب يجب أن تتأكد أنه وصل الماء إلى ما بين الأصابع نعم قال شيخنا حفظه الله العاشر التيامن أي تقديم اليمنى على اليسرى وقد كان هذا مما يواضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرح بعض من حكى وضوءه بتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وذلك يفيد المواضبة لأنهم إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبه وعادته أخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم بأيامنكم فابدأوا بأيامنكم أحسن الله إليه وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنأعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله قال ابن حجر رحمه الله وفيه البداءة باليمنى وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين وما كان بغضهما استحب فيه التياسر قال وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل فاته الفضل وتم وضوءه انتهى قال شيخنا حفظه الله وهذا التيامن مسنون في غسل اليدين والرجلين أما الوجه والأذنان والكفان فلا يستحب فيهما وذهب شيخنا بن بازر رحمه الله إلى أن الاحتياط التزام التيامن لأن القول بالوجوب قول قوي قال رحمه الله المشهور عند العلماء الاستحباب لكن القول بالوجوب قول قوي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم والرسول صلى الله عليه وسلم أسوة يتأسى به فالأحوط للمؤمن ألا يغير بل يبدأ باليمين انتهى نعم من السنن أيضا من سنن الوضوء التيامن أن يبدأ باليمين في اليدين وفي الرجلين يغسل اليمنى قبل اليسراء يغسل اليمنى قبل اليسراء هذا على وجه الاستحباب والسنية لو غسل اليسراء قبل اليمنى أجزأه لكن تقصد ذلك أن يتقصد الإنسان بلا مسوق ولا مبرد أن يبدأ باليسار قبل اليمين هذا تعمد لترك السنة ليس له داعي لكن لو حصل هذا بأن الإنسان مثلا غسل يده اليمنى ثم بعد ذلك غسل اليسراء فلما غسل اليسراء وأتمها وجد شيئا على يده اليمنى لم يغسله فغسله هنا نقول لا يتعيد اليسراء لأن البداء باليمين سنة فيجزئك ذلك هذا هو محمل مسألة عدم أن الإنسان يترك غسل اليمين ويبدأ باليسار مباشرة هذا يعني لا يتصور ما الداعي لهذا لكن محل هذا لو أن إنسانا حصل منه أن أتم اليسراء ووجد مثلا بعد أن غسل اليمنى واليسراء شيئا على يده اليمنى أو في الرجلين كذلك وجد شيئا لم يصله الماء في اليمنى فأمر الماء عليه فنقول يكفي هذا ولا يتعيد غسل اليسراء مرة أخرى لأن البداء باليمين سنة فأنت غسلت اليسار ثم غسلت اليمين فأنت قد أتيت بما يجب وأما البداء باليمنا فهي على وجه الاستحباب والسنية نعم قال شيخنا حفظه الله الحادي عشر قول ما ورد بعد الانتهاء من الوضوء وهو قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فمن قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزاد النسائي أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك أما الدعاء أثناء الوضوء فليس فيه شيء مأثوق وكل ما نقل وكل ما نقل غير التسمية كذب مختلق السنة أو الأدب الأخير وهو عظيم ينبغي لنا أن نتعلمه وأن نحافظ عليه لما فيه من الفضل الكبير لمن حافظ عليه وداوم عليه مع يسره ولله الحمد وهو الدعاء وهو الذكر بعد التشهد بعد الوضوء أن تتشهد وتدعو تتشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا إذا قلت ذلك ماذا يكون الجزاء والثواب قال النبي صلى الله عليه وعليه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وأنت ما تدخل لا يكفي أن تدخل من باب واحد لكن هذا يدل على عظيم فضل هذا الذكر بعد الوضوء الأبواب كلها مفتحة غاية الترحيب غاية الإكرام أن تفتح الأبواب كلها أبواب الجنة ثمانية أبواب الجنة ثمانية إذا قلت هذا الذكر فتحت الأبواب جميعا ما هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سهل ثواني تقولها حافظ على ذلك وإن زدت عليه الدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا حسن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإذا قلت كفارس المجلس بعد ذلك أيضا قد ورد هذا عند النساء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فالوصية أيها الإخوة أن تحافظوا على هذا الذكر تتعلم هذا الذكر تعلمه أولادك وأهل بيتك وتعلمه من تستطيع من إخوانك تعلمهم إذا توضأت فقل هذا الذكر نعم قال شيخنا حفظه الله المطلب الثامن صفة الوضوء الكامل والمجزئ أما صفة الوضوء الكامل فقد جمعتها من كلام شيخنا بن باز رحمه الله ثم وعلق عليها بما يتناسب مع المقام قال رحمه الله كان عليه الصلاة والسلام إذا قام للوضوء غسل كفيه ثلاث مرات أولا وهذا مستحب ولا سيما إذا قام من النوم يتأكد ذلك فيجب أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل إدخال يده في الإناء ثم يبدأ يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات فالمشروع غرفة واحدة لهما جميعا يكرر ثلاثا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفرد الفم بغرفة والأنف بغرفة فلا حرج لكن الأفضل أن يأخذ غرفة يتمضمض منها ويستنشق منها ويغسل وجهه عموما والوجه هو الذي تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا طولا وعرضا طولا وعرضا إلى فروع الأذنين ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة يدخل يدخل أصبعيه في صماخ أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بالإبهامين والأفضل أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يمر بيديه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منهم مع إدخال أصبعيه في أذنيه ومسح ظاهرهما بأصبعيه ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات يبدأ باليمين انتهى قال شيخنا حفظه الله هذه هي صفة الوضوء الكامل وها هنا مسائل الأولى لم يذكر شيخنا رحمه الله النية لأن الأمر بها لا خلاف فيه عند الجمهور كما سبق وقد أطال في ذكرها والاحترازات فيها تلفظا أو جهرا في مواطن أخرى الثانية قوله رحمه الله يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات فالمشروع غرفة واحدة لهما جميعا أن يأخذ غرفة فيتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الثاني ثم غرفة ثانية يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الثاني ثم غرفة ثالثة يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الثاني ودليلها ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات مما انتهى وهناك صفة ثانية وهي أن يجمع المضمضة والاستنشاق ثلاثا في غرفة واحدة فيضع الماء في يده اليمنى ثم يمضمض بجزء للفم وجزء للأم هذه مرة وبالغرفة نفسها مرة ثانية وبالغرفة نفسها مرة ثالثة أو أن يتمضمض منها ثلاثا أولا ثم يستنشق بالباقي ثلاثا فبالغرفة الواحدة يتمضمض ويستنشق يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات ودليلها ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم أدخل يده في التو فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة قال ابن حجر رحمه الله قوله من غرفة واحدة يتعلق بقوله فمضمض واستنثر والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة ويحتمل أن يتعلق بقوله ثلاث مرات والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة والأقرب والله أعلم أن يكون بثلاث غرفات كل غرفة يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الثاني هذا الأكمل لأن غالب الروايات على هذا المعنى نعم هناك صفتان للوضوء صفة كاملة تسمى الوضوء الكامل والصفة الثانية الصفة المجزئة التي يحصل بها الإجزاء وإن كانت غير كاملة أما صفة الوضوء الكامل فهي على التالي أولا يغسل كفيه ثلاث مرات يقوم يتوضأ وإذا قام يتوضأ لا بد أنه قد نوى الوضوء فيأتي إلى الوضوء لا يتلفظ بنية لأن النية محلها القلب إنما يأتي فيغسل كفيه ثلاثا استحبابا هذا مستحب ثم يأتي إلى الوجه فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق والسنة أن تكون المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كل غرفة يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف كل غرفة يغرف غرفة ثم يتمضمض بنصفها ويستنشق النصف الثاني وهكذا الغرفة الثانية وهكذا الغرفة الثالثة نعم قال شيخنا حفظه الله الثالثة لم يأتي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح قال النووي رحمه الله وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا وإنما جاء فيه حديث طلحة ابن مصرف وهو ضعيف انتهى وقال ابن القيم رحمه الله ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة انتهى الرابعة هناك فرق بين تعميم العضو بالغسل وبين الغرفة فإنه ربما أخذ غرفة لغسل وجهه ولكنه لم يعم وجهه بها فإذا أخذ ثانية واستكمل ما بقي من باقي غسل الأولى فهذه غسلة واحدة وإن كانت بغرفتين ولو زاد على ثلاث غرفات لاستيعاب العضو فلا بأس قال ابن قطاني رحمه الله والثلاث في سائر الأعضاء أكمل الوضوء وما زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا ما لا خلاف فيه انتهى قال شيخنا ابن بازر رحمه الله معنى الغسلة يعني يعمه بالماء ولو بغرفة ولو بثلاث غرفات ولو تحت الكباس البزبوز يعمه بالماء هذه مرة فإذا أعاد تعميمه بالماء هذه ثانية فإذا أعاد رجله تحت البزبوز هذه ثالثة وإسباغ الوضوء ثلاثة ليس المراد غرفة المراد غسلة فلو أنه غرف المرتين لكل غسلة صارت ست غرفات لا يكون موسيئا إنما الموسيئ الذي قد كمل العضو بالغسل ثم أعاده أكثر من ثلاث لكن لو غسل رجله مثلا بغرفة لكن ما كملت ما كملت الغسلة احتاج إلى غرفة ثانية حتى يكمل رجله ثم غسلها ثانية ثم غسلها ثالثة وزادت الغرفات لا يضر المهم أن تكون غسلة تامة ثم ثانية ثم ثالثة فلا يزيد على الثلاث وهكذا في الوجه واليدين انتهى نعم ثم يغسل وجهه والغسل الكامل أن يغسله ثلاث مرات وليس هناك بداء باليمين أو اليسار في الوجه يغسل وجهه كله والغسل المرة الواحدة أن يعم جميع الوجه جميع الوجه بالماء ولو كان بغرفة بغرفتين أو بثلاث إذا لم يعمم وجهه بغرفة واحدة ثم أخذ ثانية حتى يعمم جميع وجهه فهذه غسلة واحدة وإن كانت بغرفتين أو بثلاث غرفات وهكذا في اليدين والرجلين الغسل ثلاثا الغسل ثلاثا والبداءة باليمين في اليدين والرجلين وأما المسح فهو مرة واحدة لا يمسح أكثر من مرة إلا لو أنه لم يعمم رأسه بالمسحة فمسح جزءا ثم أخذ شيئا من الماء ومسح الباقي فهذه مسحة واحدة هذه مسحة واحدة لأن المقصود بالمرة التعميم وليس الغرفة هذا هو الوضوء الكامل نعم قال شيخنا حفظه الله أما صفة الوضوء المجزئ فقد ذكره شيخنا بن بازر رحمه الله بقوله الواجب أن يغسل كل عضو مرة يعمه بالماء يعم وجهه بالماء مع المضمضة والاستنشاق ويعم يده اليمنى بالماء حتى يغسل المرفق وهكذا اليسرى يعمها بالماء وهكذا يمسح رأسه وأذنيه يعم رأسه بالمسح ثم الرجلان يغسل اليمنى مرة يعمها بالماء واليسرى كذلك يعمها بالماء مع الكعبين انتهى أما المجزئ فهو الاقتصار على غسل الوجه واليدين والرجلين مرة واحدة يعم الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وكذلك يغسل يديه مرة واحدة يعمها بالماء ثم يمسح رأسه مرة واحدة لأن المسح لا يكون أكثر من مرة ثم يغسل رجليه مرة واحدة يبدأ باليمنى ثم اليسرى هذا يسمى الوضوء المجزئ وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال قال شيخنا حفظه الله المطلب التاسع نواقض الوضوء إذا تم الوضوء بالصفة التي سبق بيانها فإن المرأة يصبح طاهرا يستبيح ما يمنع منه قبل تطهره ومما تجب له الطهارة ولا ينتقد هذا الوضوء إلا بأحد أسباب عبر عنها العلماء بنواقض الوضوء ونواقض الطهارة والأحداث وموجبات الوضوء ونواقض جمع ناقض ويقصد بها ما يفسد بها الوضوء ونواقض الوضوء نوعان نوع مجمع عليه وهو المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونوع مختلف فيه وهو المبني على اجتهادات العلماء وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه النواقض أمور عينها الشارع وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو مطلوب منه وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون فإن زال العقل لا يحس بما يحصل منه فأقيمت المظنة مقام الحدث وسأذكر ما اشتهر عند أهل العلم أنه من النواقض فإن زائل العقل زائل فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه لا يحس بما يحصل منه فأقيمت المظنة مقام الحدث وسأذكر ما اشتهر عند أهل العلم أنه من النواقض والراجح فيها أولا الخارج من السبيلين السبيلان مخرجا البول والغائط فالخارج منهما ينقض الوضوء على كل حال سواء كان نجسا كالبول والغائط أو كان طاهرا كالمني وسواء كان معتادا كالبول والغائط والريح أو نادرا غير معتاد كالحصى والدود والدم وسواء كان قليلا أو كثيرا فما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء أي كان هذا الخارج والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط فالآية فيها بيان أن الغائط من نواقض الوضوء ويلحق به كل خارج من السبيلين وقد يقال إن الغائط كناية عما يخرج من الإنسان من فضلات لأن أصل الغائط الموضع المطمئن من الأرض ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا للمقارنة فأوجب الله عز وجل الوضوء على من خرج منه ذلك وأما السنة فقد ورد فيه عدة أحاديث ومن ذلك أولا ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم الثاني ما أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضى الثالث ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عباد أنه قال شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا الرابع ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى وقد فسر أبو هريرة رضي الله عنه الحدث بالريح عندما سئل عن معنى الحدث فقال فساء أو ضراط وأما الإجماع فقد نقل عدد من العلماء الإجماع على أن خروج الخارج ينقض الوضوء هناك بعد أن يتم الوضوء يكون الإنسان على طهارة ولا يخرج من هذه الطهارة إلا بناقض من نواقض الوضوء وهذه النواقض إما أنها ناقض بنفسه كالبول والغائط أو أنها مضنة الحدث كالنوم ونحو ذلك أول هذه النواقض المجمع على أنه من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين سواء كان طاهراً أو نجساً نجساً كالبول والغائط وطاهراً كالمني وسواء كان الخارج غائطاً أو بولاً أو دماً أو غير ذلك مدام أنه خرج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان طاهراً أو غير طاهر معتاداً أو غير معتاد مدام خرج من أحد السبيلين فهو ناقض نعم قال شيخنا حفظه الله ثانياً الخارج النجس من غير السبيلين وما يخرج من الجسد من غير السبيلين على ثلاثة أنواع النوع الأول أن يكون الخارج بولاً أو غائطاً فهو ينقض الوضوء لدخوله في عموم الأدلة السابقة النوع الثاني أن يكون الخارج طاهراً كالعرق واللعاب ودمع العين ودمع العينين وهذا لا يدخل في نواقض الوضوء النوع الثالث أن يكون الخارج غير البولي والغائط كالدم والقيء وهذا اختلف فيه أهل العلم على قولين القول الأول أنه لا ينقض مطلقاً وهذا مذهب المالكية والشافعية وهو رواية في مذهب الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستحب الوضوء من هذا الخارج واستدلوا بأن المرأة إذا توضأ وفق الدليل الشرعي فلا يبقل هذا الوضوء إلا بدليل شرعي ينقله من طهارته ولا دليل صحيح ولا دليل صحيح على أن الخارج من غير السبيلين ناقض وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحتجمون ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالوضوء بل إن الصحابة رضي الله عنهم ربما خرجت منهم الجراح في المعارك والغزوات ويصلون في جراحاتهم وأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن هذا الدم غير نجس وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة فخرج منها دم ولم يتوضأ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين كالوضوء من القي والرعاف والحجامة والفصاد والجراح مستحب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم توضأوا من ذلك وأما الواجب فليس عليه في الكتاب والسنة ما يوجب ذلك انتهى القول الثاني أن الخارج من غير السبيلين غير البول والغائط ينقض الوضوء إذا كان سائلا وإذا كان قيئا أن يملأ الفم وهذا مذهب الحنفية والحنابلة واشترط الحنابلة أن يكون فاحشا واستدل بما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن مرأة استحاض أفلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغصدي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وأخرجه أحمد وأبو داود بلف لا اجتنب الصلاة لا اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضعي لكل صلاة ثم صلي وانقطر الدم على الحصير ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة مع أنه صلى الله عليه وسلم علل ذلك أنه دم عرق وليس لأنه خارج من المخرج المعتاد والاحتياط في هذا حسن إذا كان الخارج من غير السبيلين كثيرا وهذا اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله حيث قال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والأرجح أنه إذا كان شيء خفيف من الدم لا ينقض الوضوء يعفى عن اليسير أما الكثير فالأحوط للمؤمن أن يتوضأ خروجا من خلاف العلماء فإذا توضأ الإنسان من الدم الكثير كان أحوط للأرجمة نانسي قنقر شكرا